بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في محاضرة النهاردة هنكمل كلامنا على كابلان تربين اللي هي تعتبر احد انواع الرياكشن تربين كنا بدأنا المحاضرة الماضية بالتحدث بشكل عام عن الكابلان تربين كوفر فيو النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من هذا الشابتر واللي بيتكلم على المين كومبوننت اوف كابلان تربين المكونات الرئيسية لتربينة كابلان الصورة دي بتوضح لي الرنر بتاع كابلان تربين وزي ما اتفقنا قبل كده ان دخول الفلو في هذا النوع بيبقى في اتجاه الاكس وخروج في اتجاه الاكس ولذلك تسمى اكسيال تربين ايه هي المكونات الاساسية اللي بتتكون منها تربينة كابلان هنجد فيه خمس مكونات رئيسية المكون الاول اللي هو spiral or scroll airtight casing ودي اللي هي الكيسنج اللي بتحيط بمكونات التربينة الكيسنج دي الهدف الاساسي منها منع دخول الهوى او مروره داخل التربينة وبالتالي المحافظة على فرق الضغط بين المدخل وبين المخرج وذلك لان هذا النوع كرياكشن تربين يعتمد على هذا الفرق في الضغط لتوليد الطاقة او لتحويل الطاقة الهيدروليكية الى طاقة ميكانيكية الجزء التاني من المكونات اللي هو الجايد ميكانيزم او الجايد بيليدز ودي بتبقى موجودة في مدخل الرنر ودي الهدف منها توجيه الفلو بزاوية معينة وبيبقى لها ميكانيزم خاص بيها لتغيير الزاوية طبقا لكمية الفلو اللي ماشية وطبقا ل اللود او الباور لود الريكواير دمين التربينة بعد كده عندنا الجزء الاهم في هذه التربينة اللي هو الرنر اند مين شافت وده الرنر اللي هو الجزء الدوار اللي هو بيتحرك نتيجة او بيدور نتيجة مرور المائع عليه وبيبدأ نتيجة هذه الحركة تحويل الطاقة الهيدروليكية الى طاقة ميكانيكية بينقلها بعد كده الى الشافت اللي هي بتتنقل من الشافت بعد كده بتتنقل من الشافت للجنيراتور لتوليد الطاقة الكهربية بعد كده بعد كده عندنا جزء تاني اسمه draft tube ودي بتبقى عبار عن انبوبة اللي بتركب في مخرج في مخرج التربينة والdraft tube مش بتركب مع كابلان فقط هي بتركب مع كل انواع الرياكشن تربين زي فرانسيز او كابلان وبيبقى لها فايدة هنتكلم عليها بالتفصيل اكتر في محاضرة مستقلة ان شاء الله ثم بعد كده عندنا جزء خاص بالكنترول على السرعة بعمل كنترول على سرعة التربينة وبيسمى الجافارنر وبردو ان شاء الله نفرد له محاضرة خاصة بيه اشتركوا في القناة